ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار اجتماع اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل اطلع الوزير على مستجدات العمل بشأن الانتهاء من التطبيق الكامل لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظتي السويس وأسوان كما اطلع على خطط أعمال المرحلة الثانية والتي تضم محافظات ضميات مطروح كفر الشيخ المينيا شمال سيناء بعدد خمسة وستين مستشفى وبإجمالي عشرة آلاف وخمس مائة وسبع عشرة سرير موجها بأهمية العمل مع كافة الجهات لتنفيذ هذا المشروع ولإنجازه